نجدد التحية انطلقت أعمال الجلسة العامة السالسة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السالس وذلك بمقر الأمنات العامة للجامعة العربية وركزت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي على إدنة الهجوم الإسرائيلي المستمر على المدنيين بقطع غزة واستهداف المنشآت الطبية والمنظومة الصحية والبنية التحتية وخلال كلمته أكد رئيس البرلمان العربي عدل العسومي أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية مجددا تأكيده على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية لقد تابعنا جميعا حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة على مدار الأشهر الماضية بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال الغاشم وهو ما يأكد مجددا حقيقة لا تقبل الشك وهي أن تحقيق الأمن والاسترار في المنطقة والعالم يبدأ وينتهي بحل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستغلة وعاصمتها مدينة القدس